السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته مرحبا بكم أخوات الإيمان والإسلام ظهرت هذه الحلقة سوف تكون من بستان الجزء الثامن عشر في سورة النور المولى سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز آية الحقيقة هذه الآية تحتاج إلى يعني انتباه ويقظة لأنها تعتبر بيان ووعظ وتوضيح وتحذير وتهديد يعني الآية وصفة الداء والدواء أعتقد هذه الآية اللي هتسمعها دلوقتي ومرت علينا كلنا إنما هذه الآية كأنها بتحكي حالنا بالضبط في كل لحظات حياتنا في مجتمعنا واللي تحول تحولات عديدة في سنوات عديدة لكن هذه الآية استوقفتني جدا جدا الآية أولا بتقول إيه نقول لكم الآية بتقول إيه ونبدأ نشرح ونشرح الآية بقى زي ما انت سمعت كده بتتضمن عدة حقائق العلماء لما بصوا لها وجدوا أمور عديدة جدا أخطر حاجة اكتشفناها من خلال الآية إن فيه ناس بتحب أن تشيع الفاحشة مش بتعمل الفاحشة يبقى فيه تلات مستويات التلات مستويات دون مختلفين عن بعض تماما مستوى بيعمل فاحشة مستوى تاني بيعلنها مستوى تالت بيحبها اللي بيحبها ده عمل إيه دخل في مستوى آخر أو دخل في موضوع تاني اسمه الدعوة إليه يبقى عندنا دعاة أول مرة نسمع عنهم وهم دعاة الفاحشة عندنا واحد يعني هو مش بيعمل الزنب علشان هو ضعيف أو علشان لا هو بيحب ده هو مدمن على ده هو بيطعط ده هو مواظب على ده هو مقدرش يفترق عن ده علشان كافي نوعية من الناس يعني بتداوم على الفعل المعصية لأنه مقدرش أصلا يعيش من غيرها حاجة بيحبها يا أخي فلما بيحبها حتقدر تفسروا عنها إزاي فهناك عدة ملاحظات من كلمة إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين أمنوا طب وبعضين الإشاعة ده إيه الإشاعة يعني الانتشار يقول لك أشاعة الروح المعنوية في الجنود يعني نشر الروح المعنوية في الجنود أشاعة خبرا صارا يعني نشر خبرا صارا يبقى أدي معنى كلمة إشاعة جاية كأنها شعاع وانطلق وتناثر في جميع وأرجاء وجنبات المكان اللي انتشر فيه الشعاع ده فالمهم عندنا شوف المعنى ده يقول لك إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين أمنوا يبقى معنى كلمة يحبون دي إحنا قلنا إنه إن المسألة عنده مسألة أنت بتتصادم مع أهواء ناس هم عايشين بدا فرحانين بدا مبسوطين بدا ما قدروش يستغنوا عن الكلام ده في حاجة واحد بيعمل معصية واحد بيحب المعصية طيب لما تتعامل معاه في هذه الحالة لازم تراعي البعد النفسي إنك حتقاوم مش أول ما تقول لي واحد إيه بطل شور المخام وقول لك الله أنا سعيد جدا بالخبر اللطيف ده حاجة فكرة كويس مش حتروح لواحد تقوله إيه توب عن الحرام أو تقول لي رأسة توبي مثلا ورجع إلى الله تقول لك يا سلام والله فكرة ممتازة توبت إلى الله ودخل الإسلام مقلبي وانهارت وبكت ولا الكلام ده مش صحيح علشان كده ما تستهنش بالدعوة بتاعتك إنت أقول الدعوة بتاعتك لأنها ستكون جزء من بناء تراكمي البناء التراكمي ده هو اللي حيقدي في النهاية إلى ما يسمى بالإيمان أو بتكوين المسألة كذلك المعاصي المعاصي ما تستهنش بأي معصية وإن كانت قليلة علشان كده ربنا أقول يبقى إذن الفواحش لها ناسها لها مجموعتها لها الدولاب بتاعها لها الفريق بتاعها لها اللي بيقولوا عليه تيم وورك كده فريق عمل مخصص علشان يقدر أنه هو يعني لأنه نظام دولاب كبير حاجة كبيرة يعني مش حاجة كده مش واحد بيعمل فحشة وخلاص لا اللي بيعمله فحشة ده وخلاص ربنا أستن عليهم إنما أنت بتتكلم على واحد بيعلن الفحشة وبيدفع عنه يبقى رقم واحد عمل الفحشة رقم اثنين أعلنها رقم ثلاثة بدأ يدعو إليها فالخطورة كل الخطورة لهذا المستوى الخطير مستوى الدعاة الفواحش الإسلام أعلن الحرب على دول إنما ما أعلنش الحرب على اللي بيعمل فحشة يعني اللي بيعمل فحشة ده أمر مستور قال تعالى والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه يعني الأمر وارد وإزاي القرآن بيعلجوا بشكل سهل جدا وبيبسط التوبة بشكل عظيم والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا شوف بص المسألة ذكروا الله فاستغفروا ما فيش تعقيد ما فيش روتين ما فيش رولز معقد كده لازم تعمله بص ذكروا الله فاستغفروا بس كده هذه كل القص فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفروا الذنوب إلا الله معهم حق ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون يعني مسألة بسيطة إنما إمتى بقى بيتدخل القرآن أو إمتى بيوتعلن الحرب لما بيجاهر الصحب الفحشة بالفحشة لما بيجاهر آه أنا بازني آه أنا بسرة آه أنا بمارس الشذوذ آه أنا مرتد الناس نحن شوفناهم دون الله محفظنا وتلعوا الله أكبر تلعوا ولا على الفضائيات وعلى العشاشات وعلى الجريد ولا لا ما عملوا لهمش نقابات في بعض الدول ومنظمات وروابط وما تعمل ما خرجوش بالمظاهرات أنت متخيل حضرتك لما تشوف مظاهرة يعني مظاهرة مظاهرة في بلدة أوروبية أو خلافه فيها مليون شاز جنسية أظنني يعني إيه أنت بتحلم ولا أنا بحلم أنا مش ده 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 محدش يصدق ده كان لما يتقال مثلا في بلدنا أن فيه واحد شاز في المجتمع يعني لا الأرياف مفيش الكلام ده الأرياف مفيش شاز شواز إيه الأرياف ما عندهمش وقت للشواز الشواز بتلاقيهم موجودين في المدن وده حاجة غريبة جدا المهم يعني أنك تلجأ لأنه في في رعون التعامل مع الظواهر الغير المألوفة في المدينة بينما في القرية المجتمع كله بيلاحظ بعضه وبيتابع بعضه وبيحرص بعضه وبيحمل فضيلة أبو ده بيعلم ابني ده وابني ده يشوف عمي ده وكله عندك في البلد سيدك فلان أو أبوك فلان يقوله فين سيدك عالي أو ألا فين سيدك علي ما يقولش شوف ما يقولش فين أستاذ علي ولا الحج علي ولا علي باشا ولا علي بيه ولا البرينس علي زي ما بنعمل عندنا في المدينة لا عندهم هناك في القرية كل واحد في القرية قبل لكل القرية كل واحد في القرية عم لكل الشباب اللي في القرية فين عمك فلان لا عمك فلان ده بيتقالت مؤخرا يقول فين سيدك فلان سيدك شوف المعنى فين سيدك فلان يتقال على الجد ويتقال فين أبوك فلان يتقال على اللي في مستوى العمر بتاع أبويا يقول فين أبوك فلان الفلان شوف المعنى فهنا النمى المدينة الأمور مفككة شوي فتلاقي أنه يظهر بيعمل الدعاء الفتنة أصحاب الفتنة بيدعو إليه ومش كده وبيجي واحد يدعو إلى الفساد وهو لابس لبس الخشوع والتبتل أو لبس الدين المعروف عند الناس وده فعلا شوفنا شوفنا بعض الناس بيرتدي هذا الزي الأزهاري زورا وبهتانا ولا حلقات إلا بالله وبيقوم بالترويج لليلة إنه المسألة بقت سيبة على بعضيها مفيش ضابط ولا رابط مفيش تجريم لارتداء الزي ده من غير المخصص لهم أو المسموح لهم بارتداءه وبالتالي رأينا هذه الظواهر المشوهة المفسدة في الأرض فالمولى بيقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة أول ما بيحب تشيع الفاحشة إحنا دخلنا في إطار تاني مختلف تمام الاختلاف عن مختلف تمام الاختلاف عن الفعل الفاحشة إشاعة الفاحشة ده ده إعلان حرب على الله حرب على الله إعلان الحرب على الله حتقابله حروب من الله سبحانه وتعالى شوف واحد بيالين حرب ربنا يقول إيه وإذا أرادنا أن نهلك قريتا أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا لاحظ معايا ربنا لما يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وحيدخل بها بأنهي بأنهي اسم هو حيغير الأسماء اللي بيحب يشيع الفاحشة أقول لك إيه ده فن يعني مثلا الدعارة باسم الفن وردت وناس كتيرة جدا رواجت لها أقول لك لا ده فن ده رؤية ده منظور ده معرفش إيه مع إن الفن قيمة الفن قيمة سامية الفن قيمة غالية الفن قيمة عالية إنما الحقيقة ترويج الفحش باسم الفن حصل ولا لا ترويج تعاطي المخدرات باسم الفن وكل واحد أو كل صاحب عمل من هذه الأعمال اللي بيسمينا أعمال فنية يروح إيه يقول لك الحقيقة ده رؤية افتراضية علشان ده بنعالج المجتمع بنعالج المجتمع لازم هو اللي يلفز وتلاقي الفصيح اللي فيهم بقى الفصيح اللي فيهم بقى يقول لك ما انت معاك الريموت كنترول الريموت كنترول وده الخطورة اللي احنا بنعاني منها في ناس بتحب ان فحشة تشيع شوف ده 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 رمضان اللي احنا اتربنا عليه في السابق كنا في رمضان في السابق ما فيش ده في حوالي أكتر من خمسين زي ما بيقولوا وعرض في الجرائي بقول لك أكتر من خمسين مسلسل أكتر من خمسين مسلسل يعني انت عاش حضرتك اشان تتابعهم انت بمشيئة الله سبحانه وتعالى محتاج 36 رمضان في الرمضان الواحد فعشان كده ربنا يقول ان الذين يحبون ان تشيع الفحشة في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ده ربنا حتى استخسر كلمة الحياة فيهم قال لك لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ربنا قال خسارة فيهم كلمة الحياة ما هو ربنا يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا اسمها الحياة الدنيا رح ربنا شايل كلمة الحياة قال لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وفعلا فعلا لازم وقف الفساد ولازم محاربة اعلان الفحشة لان ده حيدمر المجتمع اول ما الفحشة تظهر في المجتمع يبقى المجتمع ده مظبوط على الانفجار الاجتماعي او مظبوط على العقوبة الالهية فحق عليها القول فضمرناها تدبير يبقى عشان كده لازم نحارب عملية اشاعة وتمرير وشرعانة والسماح بالفحشة تحت مسميات الحرية والفن والابداع والثقافة وخلافه وكل والثقافة بريئة والفن بريء والابداع بريء الابداع هو الحياة وفن تطوير حضارة الانسان وليس العري والعهر واشاعة الفحشة في المجتمعات المؤمنة إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا لهم عذاب وصف العذاب بأنه أليم في الدنيا والآخرة لو ما نعنجناه يبقى احنا اللي حنتضمر وحنتفع الفطورة غالية لي يا رب قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون اللهم إن نعوذ بك من سفهاء قومنا الذين يتطولون على آياتك ويتجاوزون الحد والحق في الفساد اللهم إن نسألك بحق عزتك وقدرتك وجباروتك أن تحمي الضعفاء المؤمنين أهل الفضائل فينا احمل لهم فضائل أمتنا برحمتك يا رب العالمين وصل لهم وسلم وبارك على إمام أهل الفضل والفضائل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شكرا غير احمل